مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم عملت لكم أهم شي في الطبخ اللي هي البهارات أو السبع بهارات أو بهارات السبع وكمان عملت لكم كيف تقففوا النعناع ويستوي معاكم النعناع أخضر من غير ما يسود أو يتغير وكمان أنا أحب النعناع المقفف أكتر من النعناع الفرش طعمه أقوى ويعطي طعم في الأكل أرد وكمان الصراحة حلو مع الشاهي كمان فأني أفضل النعناع المقفف أكتر شوفوا ما شاء الله بعد ما تقفف النعناع أبداً ما فقدش لونه لونه أخضر وكمان مش مسود أبداً أهم شيء في خطوات اتبعوها أول شيء من أعمال البهارات هنا عندي كزبرة تقريباً كوب من الكزبرة وربع كوب من الكمون وبعدين عندي من الفلفل الأسود كل ما للبهارات تقل أقل وأقل أهم شيء الكزبرة تكون أكبر كمية وعندي كمان من الهيل وقرنفل أو المسمار وكمان القرفة تمام؟ كل ما له يقل كميات البهارات كله بكتب لكم يا بصندوق الوصف عندي كمان أوراق الغار طبعاً هي البهارات السبعة العادية وكمان أنا أضيف له اللي هو جوز الطيب اختياري أنا هنا أول شيء بحمص البهارات أو بشهيف البهارات أنا بستخدم المدر أو الفخار لأنه يحمص البهار جداً حلو بخليه بس يسخن وبدأ أضيف الكزبرة والكمون والقرفة والقرنفل كل البهارات طبعاً إذا كانت الكمية كبيرة عندكم لتضفوهاش مرة واحدة أحمصوا كل شيء لوحده تمام؟ أول شيء شاهفوه كل واحد لوحده دا كانت الكمية كبيرة أنا أضفت كل البهارات ما عادة قوزات الطيب ما ضفتاش الآن بس تطلع ريحتها طبعاً عادي بتشوفوه الدخاخين تطلع عادي لأنه الفخار يطلع دخان وكمان البهارات بس انتبهوا على نار هادئة تكون انتبهوا تحرقوا البهارات بس نحنا نشتي تطلع ريحتها الآن بضيف ملعقة صغيرة ملح خشن وبضيف كمان قوزات الطيب وبطفي النار خلاص أطفي النار وخليه يتحمص على الحرارة بس الحرارة قلبه على الحرارة فقط طبعاً إيش فايدة الملح الملح ميخليش البهارات تسوس أبداً الملح الخشن كمادة حافظة بعد كده انقله لأي صحن وخليه تبرد على راحتها أجلسها قلبة لازم تبرد تماماً انتبهوا تطحنوها وهي حامية لازم تبرد تماماً يفضل حتى تطحنوها ثاني يوم أو بعد 6 ساعات أو 4 ساعات المهم تبرد تماماً بس عندي البهارات تمام بردت ببدأ أطحنة ممكن تطحنوها بالحجر ممكن بالملكد عادي المضق عرفتوا؟ أي شي بس أني أحب أطحنة أكيد تسهل لنا الآن الأجهزة تسهل لنا الحياة أو الطبخ تمام؟ أطحنة صارحة بعضهم يصفوها ينخلوها أنا ما صفيش أحبه كده يعني بدل قوام تكون حلوة لأنا عبيها في علب طبعاً دي الكمية اللي بكتب لكم إياها تجيب علبة 250 ملي علبة تمام؟ يعني كوب عبارة عن كوب تجيب لكم الكمية أني تجلس معي شهر تمام؟ تجلس معي هذي العلبة شهر وكل شهر أعمل لي نفس كده أطلع لي من البهارات أني ما شاء الله أجيب كيلو من البهار ونظفه وخلاص وحطه بالفريزر ووقت ما أحب أطلع لي الكمية وشهفة وأطحن وخلاص وأحسن بهارات تستخدموها في المرق تستخدموها في الإدامات الكبسات جداً مميزة بتشوفوا أنه طبخكم بيتغير تماماً وهنا خلونا احنا كمان نعمل النعناع المقفف طبعاً أنا معايا نعناع ولما أقي قفف نعناع ما قففش يعني هذه الحزمة أو هذه الكمية قفف كمية كبيرة بس عشان أنتم طلبتوا مني دايماً تطلبوا النعناع المقفف فقلت يلاً أرويكم بوحدة يعني هنا لازم تغسلوا النعناع تماماً بعد منه كل التراب اللي فيه بعد ما توصلوا تمام حطوا على صفاية لازم ينزل الماء نزلوا الماء وإذا عندكم الآن في صفاية الخضار أو نشافة الخضار استخدموها كتير تنشف النعناع أو الخضروات بشكل يعني تمام تنشفها أنا عندي بس قلت أول شي أعلمكم اللي ما عندوش هذه النشافة يشوف كيف ينشف زي كده خلاص أخلي الماء ينزل تماماً يعني الآن خلته كده نص ساعة على بالن الماء يتصفى تمام يعني لازم كده يتصفوه تمام ما قلت لكم من الماء بعد ما تصفيته تمام قلت له كده بعد نص ساعة شفته كده نشف بالمشخل حطيته على فوطة فوطة مطبخ حطوا على منشفة كده فرقوا لازم تفرقوا لأنه تشوفوا إذا إنتم حطيته النعناع يتقفف وهو فيب قطرة ولا شوية نادي كده فيب ماء يطلع معاكم أسود ويخرب يطلعش حلو أو بينشف معاكم بس لونه ما بطلعش تمام بعد كده ما حسيته إنه كده ناشف الآن بدت أقطف الورق كيف تعرفوا إنه النعناع تمام ناشف الورق ينزل بسرعة يعني لما تقول خرطوا الورقة تنزل بسرعة معاكم لأنه ناشف زيه زي الملوخية طبعاً الآن أنتم اتسلوا يحبني ما يحبنيش اتسلوا يعني يقبوا البيت كلهم يقطفوا معاكم عادي وأنتم قد قلتكم تسلوا يحبني ما يحبنيش شوفوا قيران مين يحبكم ومين ما يحبكم زوجيك أخوكي المهم لما تخلص الورق ما شاء الله بعد ما قطفت الورق طبعاً أني أقطفه من الأعواد السميكة الأعواد الرفيعة يعني مرات أخليها يعني عادي تنطحن مع تنطحن مع النعناع لما يتقفف تعطيناكها بالعكس حلوة شوفوا كيف الآن بدت أشوف الأوراق السميكة كمان أخرجها يعني عشان الآن هي كده بتنشب خلاص بعد ما شاء الله شوفوا كيف نشفت معايا تماماً ولا فيها ولا قطرة ماء يعني صارت شبه بتنشف خاص بتتقفف أحط صحن وصفاية نفس الصفاية ناشفة تكون وخليها خلاص الآن مرحلة التكفيف خلاص بعد ما حطها تحت الصحن ليش الصحن تحته لأنه مرات ينزل نعناع يعني حرام يكون كمية نزلت تتقففت وينزل يعني شوية وخلوه على فوق التلاقة ثلاثة أيام أربع أيام على حسب القوعدة إذا رطوبة بيطول معاكم بياخد أسبوع أسبوعين إذا لقوا رطب إذا لقوا وقاف زينا في الرياض ما بيطولش ثلاثة أيام أربع أيام وقده قاف النعناع مقفف شوفوا ما شاء الله كيف ينطحن بليد طبعاً أنا مشيش أطحن أطحن دي الكمية أشي استخدمي بالشاهي فأني أشتيها ورق يعني ما بطحناش أنا طبعاً مطحناش في الخلاط أطحن بيدي أنا برويكم الكمية المطحونة عندي لكن هذي بخليه أوراق عشان أحطها بالشاهي يعني أنا كهفي عرفته فما بطحناش لكن هذي الكمية يعني عندي مطحونة قصدي استخدمها في المحاشي في التتبيلات إيش أقول لكم النعناع المقفف يقلب الطعم رهيب حتى في الصوصات فهذه المطحونة طبعاً أطحن بيدي بيدي كده أضغط على النعناع ينطحن خلاص أخليها في علبة والباقي هذا اللي اليوم عملته بحطه في علبة عشان استخدمه في الشاهي بس أهم شي زي ما قلت لكم تتبعوا هذي الخطوات النعناع المقفف انتبهوا تقففوه على أهورة طب أو فيله شوية ندية يعني يكون لازم يكون يعني تماماً ناشف تماماً عشان يقف معاكم ميكونش في وقت ميسويتش ويكون لونه أخضر زي ما قلت لكم النعناع المقفف ألد من الفرش بكتير طعمه يعني يكون أقوى الطعم في المقفف أقوى وحق البيت غير اللي نشتريه قاهز في علبة تاني إذا تعودتوا حق البيت مستحيل عد تستغطيغو اللي تشتروه من بره يعني يجي مطحون ما بتتقبلونوش ما شاء الله حطيت يعني العلبة شوفوا حطيت العلبة الورق السلم حطيته بعلبة والمطحون اللي نزل منه حطيته في العلبة الثانية اللي استخدمه وبس وهذه طريقة تكفيف النعناع وطريقة البهارات لا تنسوا أمي من دعاكم لأنه أمي اللي علمني الله يغفر لي ويرحمه طريقة تكفيف النعناع وهذه الطريقة بوهاراتي الله يغفر لي ويرحمه ويغفر لموتانا أقمعين الآن قلسنا نعمل لقلسة تصوير فوتو سيشن للنعناع وبس والله بالعافية ليولكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك و كومنس حلو منكم اشتركوا في القناة